ترجمة نانسي قنقر في الحقيقة أنا براجع هذه الأوراق أمامي سأضفت سؤال مهم أولا كيف يمكن للفتوى أن تؤثر على الأمن القومي في الدولة؟ سؤال خطير وهل يمكن للفتوى غير المنضبطة أن تؤدي إلى أثارة القلاقل وتقسيم المجتمعات وتأجيز الصراعات الداخلية؟ في نفس الوقت كيف يمكن أن تكون الفتوى ذات أثر طيب وأن تكون مرنة ومتكيفة مع الظرف الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في المجتمع المسلم مما يؤدي إلى سلامته أو ينتج عنه سلامته أيضا كيف يمكن للفتوى أن تساعد على تنظيم الحال الاجتماعية والسياسية بطريقة تحفظ بالأمن القومي؟ الفتوى والأمن القومي عنوان عريض سنناقشه مع مفتي الجمهورية دكتور شوق علام على حلقات وأرجو أن تنتبه لكل كلمة سيقولها فضيلة المفتي لأن المساز بالأمن القومي خطر شديد والفتوى لابد أن تكون منضبطة لتضبط إيقاع المجموع في سياق الأمن القومي أهلا بك مولان أهلا بك يبدو العنوان صعب والعنوان خطير خاصة تعبير الأمن القومي عند البعض فتفاض لكن لدينا هو أمن الدولة المصرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد في الحقيقة سيادتك بتطرح موضعات بالغة الأهمية بالنسبة للمجتمع وبالنسبة لما نطلق عليه فقه الدولة وما نطلق عليه بالاستقرار المجتمعي وأن الفتوى هي يعني ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار المجتمعي كما أنها في الجانب السلبي أو في الجانب الآخر الفتوى غير الصحيح قد تكون كنبلة أو متفجرة يعني هادمة لهذا الاستقرار المجتمعي وبناء على ذلك جميع مقدرات المجتمع ما يتعلق منها بالجانب الاقتصادي أو ما يتعلق منها بالجانب الفكري أو ما يتعلق منها بالجانب الاجتماعي بنرى بأن هذه عناصر أساسية تهديد هذه العناصر الأساسية هو إخلال بالأمن القومي لأي مجتمع من المجتمعات على سبيل المثال مثلا هناك عندك محاور محور فكري بتحتاج إلى أن ترسخ في هذا المحور الفكري أولا المفهوم الصحيح أو الفكرة السليد الرشيد وتغزي هذا الجانب وتعمق النظر فيه وتوجد حالة وعلي لدى الناس بهذه الفكرة بلا شك أنك إذا كافحت في هذا المجال أو اشتغلت في هذا المجال شغل نوعي فإنه بلا شك ستجد طرفين قيد طرف هنا وطرف هنا وأنت تمشي في الطريق الوسط ستجد بأن هناك أفكار متطرفة تحتاج إلى أن تكافح للأخرى حتى يستقيم لك الوسط وحتى يبقى هذا الوسط ناميا مغزا منتجا لحركة وحالة الوعي لدى الإنسان وفي الوقت نفسي أيضا هناك حالة انفلات أو انحلال عن هذه القيم أو عن هذه المقومات في الناحية الأخرى فقمة التطرف هنا وقمة الانفلات هنا وأنت تمشي في الوسط فتحتاج إلى أن تعالج هذا وأن تعالج هذا فعندك ثلاثة محاور محور البناء محور دفع التهديد في هذا الجانب محور الكفاح ضد هذا الخطر في الجانب الآث الثالث دي ممكن نأخذها في أي محور من المحاور الاجتماعية مثلا حماية الأسرة نحن نراها من مقومات الأمن القومي لأي مجتمع من المجتمعات لبلدنا ولذلك أي قضية متعلقة بالأسرة ينبغى أن تسير في مسارها الصحيح الوسط المعتدل الذي يؤدي إلى استقرار وإلى بقاء وإلى دفع تهديد أيضا من هذا الجانب أو من هذا الجانب في كل القضايا هكذا لذلك الفتوى هي أحد عناصر هذه القوة الثلاثة فالفتوى المنضبطة هي التي تؤدي إلى حالة الوسط تؤدي إلى حالة الوعي السليد الرشيد الفتوى غير المنضبطة بلا شك تحتاج إلى وأنها مهددة هنا أو هنا بتحتاج إلى أن تكافح ضد هذه ولمسلة عديدة جدا وجهود در الإفتاء المصرية في هذا المجال جهود كبيرة للغاية يمكن أن نستثمرها مع سيادتي في هذه الحلقة وفي غيرها لما نتكلم عن الفتوى المهددة للأمن القومي يعني المستقر مثلا في تعاملات البنوك واحد اثنين ثلاثة اربعة وهذا استقرار استقرض عن المؤسسة الدينية الرسمية وصار الناس يتبعون هذا فتأتي فتوى من الناس غير مسؤولين غير منضبطين تعمل قلق في هذا الأمر على سبيل المثال وأيضا الفتوى قد تقلق إلى الجانب الاجتماعي وقد تقلق الجانب السياسي فيما يتعلق بخروج الناس على الحاكم وما إلى ذلك إزاي؟ إزاي الفتوى ديت بكافح الفتوى دار الإفتاء اشتغلت على مكافحة الفتوى الضرة كالافات الضرة طفض هو احنا لو خدنا بداية مثلا الحال الفكرية مثلا حالة الأفكار السائدة في المجتمع بتجي تسيادتك بإني عندنا نص شرعي هذا النص الشرعي استثمر استثمرات عديدة استثمر بلي عنقه في حالة التطرف وحالة الإرهاب وحالة الأفكار المتطرفة ده في الحقيقة هو يرجع إلى القرآن الكريم وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يرجع إليه بمنهجية إنما يرجع إليه بهوى وتشهي وتحقيق مع صالح وإيجاد آليات معينة ليطوع النص الشرعي لصالحه مع أنك لو وضعك لصالح مشروعه لصالح مشروعه اللي هو خارج على الدولة اللي هو خارج عن النص الشرع على الأقل في البداية أو من لذلك سيهدد الأمن القومي فأنت تحتاج إلى أن تقول للناس والله هذا المسلك مسلك معيب مسلك معيب لماذا؟ لأنه فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا المعايير الأساسية للفتوى المعايير الأساسية لتفسير النص ده منهجية مستقرة عبر الزمان وعبر المكان وفي طول التاريخ وبناء على ذلك هذا خروج عن هذه المنهجية هذا استغلال سلبي واستثمار خاطئ للنص الشرعي في صورة الحضارية التي عليها كل العلماء هل التفلد من المنهج عن قصد أم عن جهل؟ قد يكون عن قصد وقد يكون عن جهل وكلهما؟ وكلهما خطر شديد طبعا مدام أنك خرجت بالنص عن مقوماته أو عن منطقته المعتدلة أو عن المنطقة المنهجية التي سار عليها العلماء على مر العصور فإنك بلا شك في هذه الحالة تكون قد أخذت النص بعيدا عن مراميه وبعدا عن مقاصده الشرعية ومن الذي يجعلني أتبع دار الإفتاء مثلا؟ ولا أتبع هؤلاء؟ لمجرد أن هؤلاء قيل عنهم أنهم خارج النص من الذي يجعل منهج دار الإفتاء؟ منهج المؤسسة الأزهارية؟ ماشي؟ دافعا للاستزادة في محاضرة ألقيتها في جامعة إكسفورد وسلم وتحاضر هذه المحاضرة كانت عنوانها هو الذي يجيب عن هذه المسألة تفضل إفن من الذي يتحدث بإسم الإسلام؟ ده سؤال مهم جدا ده جوهر هذه المسألة الذي يتحدث بإسم الإسلام يعني ليس هو ذلك الشخص الذي يأخذ العلم من القشور ومن الكتب ويقرأ دون أن يكون عنده المنهجية الرصينة أتذكر في لقاء مع أحد الأطباء بيقول لي أنه عمل عملية جراحية تكلفة العملية الجراحية تكلفة كبيرة يعني يمكن في هذا الوقت كانت 30 ألف جنيه 30 ألف جنيه في هذا الوقت مبلغ كبير جدا لكنه عملها في تلت ساعة عمل هذه العملية أجراها للمريض في تلت ساعة فأهل المريض لما طلع نقول له أنت إزاي يعني أحدك 30 ألف جنيه في تلت ساعة قال لا أنا ما أخذتش 30 ألف جنيه في مقبل تلت ساعة أنا أخذت 30 ألف جنيه في مقابل 35 سنة 35 سنة من الزمان من العلم والخبرة والتأهيل وإلى آخر في الحقيقة هذا كله يؤسس هذه الأفكار تؤسس للمنهجية السارية عبر زمن المتعلم العلم الشرعي والوقوف على حقائق النص الشرعي ومرامي النص الشرعي ومسلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأهداف العليا للشريعة لا يمكن أن يتحصل في الملكة العلمية لدى الإنسان تتحصل هذه المعاني بين يوم وليلة ولا بين شهر وشهرين ولا بين مجموعة تخرج هنا ثم تطفو وبعدين يعني تغيب مرة ثانية العلم الشرعي علم الزمن جزء في تحصيله وتراكمه وتراكمه وجزء كبير كمان يعني الزمن مش زمن قليل زمن كثير جدا من التعب والسهر والمذاكرة والوقوف عند العلماء وتفسير المواقف وغير ذلك مما قد لا يوجد في بعض الحالات في الكتب وإنما يوجد لدى المشايخ ميراثا وخبرة عن مشايخهم وعن أسلافهم نجد كثيرا جدا من المعاني ومن القواعد ومن المنهجيات التي نسير عليها في الحقيقة ليست مصطورة في الكتب بصورة مباشرة وإنما خبرة العالم خبرة المربي نحتاجها على هذا النحو فمن الذي سيتحدث باسم الإسلام الذي يتحدث باسم الإسلام ذلك الإنسان الذي تشرب العلم الشرعي ووقف على كل أبعاده وكل قواعده وكل آلياته وكل مقاصده التي تؤدي إلى تحقيق مقاصد الشرع الإسلامية في الحفاظ على النفس والدين والعقل والمال والعرض أو النسل هذه المقاصد العليا لم نصل إليها إلا من خلال تبحر في علوم الشريعة في أحكام الفقهية التي استنبطت في الوقوف عند كل حكم على حدة ودراسة هذا الحكم دراسة مفصلة من بدايته ماذا يعني وإذا ماذا وصل وهكذا إلى أن نصل إلى أن هذا الحكم نزل إلى أرض الواقع بأليات مختلفة يمكن ليس ما أجلها الحلقة الآن لكن هناك أليات مختلفة كيف تكون هذا العقل العلمي لدى الإنسان تكون عبر زمن طويل دون أن يستصحبها هذا المنهج عندما يقف على أبعاد هذا المنهج دون أن يكون هناك غرض سياسي ما ليس تحزبا لاتجاهات معينة وإنما لتحقيق سياسة شرائية لإدارة معينة لتحقيق أن هذا النص يخدم البشرية أيا كانت البشرية في صورتها العامة دون الوقوف على شخص في مكان ما أو في زمان ما ودون حزب معين ودون حزب آخر نحن هذا العلم على مستوى الكافر يبدو أن أنا محتاجة أسأل نفس السؤال من الذي يتحدث بإسم الإسلام هل يتحدث بإسم الإسلام أذر الشريف هل يتحدث بإسم الإسلام مجمع أم الكرة هل يتحدث بإسم الإسلام وبناء الفتوى يعني فيه مجموعة من الأطر أو المنظمات أو المؤسسات مؤهلة لهذا الأمر وبالتالي السؤال إذا كان يطرح في هذا الجانب استنكارا لأنهم يتخذونه بضاعة ويتخذونه حربا ويتخذونه قتلا وتسفكا ويحولون هذا الحديث بإسم الإسلام وحديث السلاح والعنف والقتل والتقريب لكن هنا في المؤسسات الوسطية المؤسسات السلامية من الذي يتحدث هل هناك احتكار للتحدث بإسم الإسلام ليس هناك احتكار وإنما هناك منهج ينبغي أن يتبع منهج يتعلم وينمى العقل في إطاره وتتكون الملكة العلمية في إطار هذا المنهج هذا المنهج يقوم عليه جملة من المدارس في العالم الإسلامي لكنها بينها قواسم مشتركة نضرب أمثلة فقط دون إقصاء ودون تحيز لكن الأظهر الشريف على مر تاريخه أنتج عقولا وأنتج فكرا هو يحقق استقرارا للمجتمعات وشاهد بذلك القاصي والداني يعني عندما تذهب إلى أي مجتمع من المجتمعات في أي زيارة من الزيارات بتجد أنه يقولون نحن نريد أن نرسل أولادنا لأن يتعلموا في الأظهر فتقول لماذا يتعلموا في الأظهر يقول لأننا وجدنا بالتجربة أن ابننا الذي تعلم في الأظهر وذهب إلى مصر أتى بعقلية هادئة أتى بروح أخرى ليست فيها عنصر الصراع وليس فيها عنصر التعصب وإنما فيها عنصر العلمي الذي ينظر إلى الواقع وينظر إلى المجتمع وينظر إلى الأبعاد والمآلات وجدنا ذلك الإنسان الذي يحقق استقرارا فبهذه العقلية أنت في صف الأمن القوم إلى أي مجتمع من المجتمعات هذا الذي نجده في الأظهر الشريف الذي هو عمره الآن ما يزيد في سنة في هذا العطاء العلمي المتفرد نجده أيضا في مدارس أخرى منتشرة في أنحاء العالم الإسلامي لكن بهذه المنهجية التي تحقق استقرارا ولذلك نقول بأن من حصل على هذا المنهج في هذه المدارس المعتمدة فإنه بالتجربة وليس تحيزا ونتعصوا لهذه المؤسسات لكن بالتجربة وجدنا أن كل من تعلم هنا وأخذ هذا المنهج هنا أو هناك وجدناه يحقق استقرارا المجتمعي لكن لم نجد هذا لم نجد هذه العقلية ولم نجد هذا النتاج الذي يحقق استقرارا المجتمعيا لم نجده عند هذه المجموعات الأخرى بل وجدناها في الحقيقة متشبسة بمنهجيات غريبة جداً على سبيل المثال مثلاً يجمعه جميعاً أن تأويل النص وتفسير النص بصورته التي هي عندهم إنما يقصد به بدايةً يعني كل هذا المشروع يقصد به تحقيق أغراض سياسية يقصد به الوصول إلى كذا هذا منطبق على كل قاسم مشترك بين كل المجموعات التي تتحرك في هذا الاتجاه وجدنا أنهم يطوعون قواعد وينقلون مناهج من أجل وصول إلى هذا الغرض على سبيل المثال مثلاً وجدناهم ينقلون دائرة الأحكام جزءاً من الأحكام من دائرة الأحكام الظنية إلى دائرة الأحكام القطعية وهذا خلل في المنهج وجدناهم الفروع الفقهية تجعل أصول تجعل أصولاً هذا يؤدي بالفعل إلى إرباك المشهد وجعلك أنت تتحرك في أرضية صراع وفي أرضية تكفير وتفسيق وتبديع وإخراج الناس من دائرة المشروعية إلى دائرة أخرى ومما تعلمنا أن الأمر مش هكذاً كلما وجدت مخرجاً وملحظاً تبقي الإنسان في دائرة المشروعية أولى من أن حتى لو كان 99% يخرجونه عند دائرة المشروعية وجدت أمراً واحداً وملحظاً واحداً واحتمالاً ويبقي عليه يبقيه أبقيه على المشروعية ولا تخرجه بهذه 99% ولذلك أنا أتذكر من أخوال شيخنا شيخ جادي الرب رمضان عندما كان يشرح لنا من كتاب الأشباه ونزائر للسيوط في فروع الشافعية وهو كتاب قواعد فقه يشرح لنا قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله إعمال الكلام يعني أنت لما تسمع كلام المكلف البسيط في إطار العقد في إطار السلوك اليوم احمله على ما يصح به هذا الكلام ولا تهمله ولا تجعله يخرج به من دائرة المشروعية إنما أبقيه على هذه المسألة هذه قاعدة كبيرة جداً نشتغل به في كل تفاصيل الألفاظ التي تخرج من المكلف إعمال الكلام أولى من إهماله حتى إنه ضرب مثالاً لنا ويمكن ده مثال حياتي يومي بالنسبة لبعض المصريين ويقول لنا ما رأيكم يا أولاد لو قال إنسان نظرت أن أذبح للحسين يمكن ده مثال الآن لما يقع على متدول يعني على أسماع بعض الشباب يقول لك ده شرك وخرجنا من دائرة لكنه طبق القاعدة قال إذا وجدتم أن هذا الكلام حتى لو كان يحتمج بنيجة نظر البعض وجدتم ما خارج تبقي الإسلام في دائرة تبقي الإنسان في دائرة المشروعية ولا تخرجوا عن هذا الإطار اشتغلوا على هذا الأساس هل يمكن للغة أن تسعفني في تفسير كلام هذا الإنسان ونحمله على الجانب الإيجابي يعني أنت في طول الوقت بتتلمس الجانب الإيجابي نعم في طول الوقت حريص على المشروعية حريص على عدم الخروج من الدائرة الإيمانية ده استقرار فكري ومجتمعي واجع ناس في أريحية بدل ما خليه مشرك بدل ما خليه كافر من المهددات للأمن القومي في بلدنا كان قضية زي قضية ناصر بوزيد ودي قضية شهيرة جداً من برحوم ناصر بوزيد ودي كانت يعني تقريباً قسمت المجتمع قسمين بما يهدد الأمن القومي ومثلها قضايا فكرية وخلافية كثيرة نعم ولذلك والشيخ في هذا الوقت يعني اسمحني نتنوكم لهذه المسألة الشيخ لما قال ابحثوا في اللغة يا ولاد شوفوا اللغة تسعفكم في إبقائه هذا الإنسان ولا لا وجدنا اللغة بالفعل وإحنا بنتناقش معاه يعني وجدنا إن اللغة يمكن تسعفنا نظرت أن أذبح لرب الحسين على تقدير محزوب أو نظرت أن أذبح للمكان الذي فيه الحسين الفقراء المكان يعني الذي فيه الحسين إذن اللغة يمكن أن تسعفني في في تأويلات كثيرة احتمالات كثيرة إذن مدام هناك احتمال لا تأخذ الإنسان باحتمال أشد فتخرجه من دائرة المشروعية وتلحق به تهمة هذه تهمة كبيرة جدا من هذا المنطلق تنضبط المسألة أكثر في قضية نصر حامل أبو زيد لما تأخذ من مجموعة ذلك وترتقي أكثر فأكثر تقول إذن مدام أن القواعد والإطار الفكري والإطار المنهجي للذي يتحدث باسم الإسلام يبعده تماما عن هذه المنطقة التي يكفر بها الناس ويقول مننا هذا مرتد وهذا مش عارف هو ويظل يعني يصدر أحكاما شرعية تكفيرية ده كافر وده مش كافر وده خاصق وده ده إحنا فيه تحذير شديد جدا في الفقه الإسلامي يقول لنا ماذا يقول الفقه الإسلامي في هذا مولانا كل العلماء يقولون بأن هذه المنطقة ليست لأحد الناس بمعنى بمعنى إننا مش من صلاحيتي إننا نصدر حكم على فلان فلاني بأنه كذا وأنه كذا لكن من صلاحية القضاء ولذلك الدولة النصرية وجهت في قانونها وجهت هذا الأمر الوجهة الصحيحة بأن تقتصر في أن فلان خرج من دائرة أو من الحظيرة هذه لحظيرة الإسلام إلى حظيرة أخرى إنما يكون للقضاء وليس لأحد ما مزبوط ليس لفرد مهما كان على علمه مزبوط القضاء الذي يقرر القضاء فقط فهذه مسألة قضاء حتى مفتي مصر ما يقدرش ولا مفتي مصر ولا مفتي أي مفتي آخر يستطيع أن يصدر حكم بإخراج إنسان من الملة إلا أن يحقق معه من قبل سلطة أوكلة الدولة إليها مهمة التحقيق في هذه المسائل وهي السلطة القضائية فإذن أنت أمام منهج ساري عبر الزمان والمكان أساسياتك كده أنت نزعت فتيل كنبلة موقوطة من مهددات الأمن القومي بشكل عام في البلاد اللي هو أن يمتناع الناس عن تكفير الناس وإخراجهم من الملة لأنها فتنة هذا لا يجوز أبداً لا يجوز لأحد مهما على كعبه في العلم ومهما وصل إلى في التفكير ومهما كانت وضعه لا يجوز له أن يلقي هذه التهمة على فلان أو على علان وإنما فقط هذا الأمر موكول إلى سلطة القضاء محصور لذلك لم تجد أن إنسان الدولة رتبت حكم قانوني أساره رتبته على كلام واحد إنما ترتب ذلك على كقول القاضي إذا حكمت المحكمة بأن فلان قد لحقته هذه السيمة وخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة أخرى المحكمة بترتب الأسار من ناحية المراس من ناحية التفريق بينه بنزجته وهكذا مما هو في سلطة القضاء ويكون ذلك بحكم بات يعني لا نستطيع في درجة أولى أن نقطع وإنما أن نستنفذ نحن في المجتمع درجات التقضي حتى نصبح أمام حكم بات لا مطعم أو لا وجه فيه للطعم في هذه الحالة نقول نعم نرحل نرتب الأسار ويفرق بينه وبين زوجه وأحكام المورد سيطبق وما إلى ذلك هو الحقيقة أنا يعني يعني يروضني سؤال وسؤال في هذا الموضوع فيما يخص إذا قضت المحكمة بأن هذا الرجل مرتد وتفرج بينه وبين زوجته في المتجع وما يترتب عليها من إجراءات عندي سؤال بس بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد السؤال يا مولانا القاضي على المنصة هو حكم هنا حكم شرعي ولا حكم قانوني ولا يرجع الرجال الشرعي لا هو القاضي ملزم بأن يطبق القانون لكن في سبيل تطبيق النص القانوني قد يحتاج إلى أن يستعين بخبراء للاستئناس يعني لكن الحكم في ناية له هذا كله في سبيل أن يحقق أمرا ما عنده قد يحتاج إلى مثلا شهادة خبير زراعي شهادة خبير كذب يعني ممكن يحتاج شهادة خبير شرعي وممكن يحتاج إلى شهادة خبير شرعي ولذلك بعض القضايا بتأتي إلينا لإبداء رأي الشرعي في مسألة معينة مش في قضايا العدام لأنها في قضايا تسلطين يقول والله أنا عايز رأي الشرعي في المسألة الفلانية لكن هل أستطيع أن أقول بأن كلامي أنا هو الأساس في هذا الحكم ولا قناعة القاضي قناعة ضمير القاضي وفق تفسيره للنص القانوني الذي هو ملزم بالحكم به في إطار تفسير محكمة النقد أو تفسير محكمة المحكمة الإدارية العليا وفي إطار أيضا المنظومة خضائية كاملة في إطار دستورية القوانين التي تحكم بها مراقبة هذه الدستورية من قبل المحكمة الدستورية العليا فكرة أحكام الإعدام بتيجي لسيادتك بيقولك يحال إلى فضيلة المفتي هنا أنت بتعمل توصية وأنت ممكن ترفض الحكم أو تقول أنه مناقض أنت في إطار إبداء رأيك الشرعي في مدى إنزال هذه العقوبة المقترحة من قبل المحكمة هي عقوبة الإعلام يعني أنت بتقس على المزورة الشرعية أو بتقس على المقياص الشرعي وفي النهاية القاضي عندما يصدر حكما حتى لو أصدره بالإعدام حتى لو إحنا في الرأي بيقول العقوبة المقترح من قبل المحكمة أو التي أحالت بها المحكمة هي عقوبة يستحقها هذا الفعل مثلا يعني أو لا يستحقها في الاثنين القاضي عندما ينطق بالحكم ليس لأجل هذه المشورة وإنما لقناعته وليقينه وعقيدة القاضي عقيدة القاضي مؤلفة من مجموع ما عندهم الأدلة ومجموع ما عندهم تحقيقات وغير ذلك فإذن أنت في النهاية يعني إذن لماذا يرجع لفضلتك؟ يعني إذن كانت لديه عقيدة مستقرة لأن هذا الرجل القانون ينزمه ويفلسفة القانون في العودة إلى المرجعية الدينية؟ تحقيق مزيد من الضمان المتهم في أنه عايز أيضا هذه العقوبة الشديدة أن تحاط بكم كبير من الضمانات يمكن مش موجودة في أي قانون في العالم غير في القانون المصري هذه الضمانات الكثيرة والطويلة في الوقت نفسه التي تحاط بها عقوبة الإعدام فالشاهد نحن أمام أيضا تحقيق عدالة وتحقيق العدالة هي من مقاومات الأمن القومي لأي مجتمع من المجتمعات وده برضو بيدفعني مثلا من القضايا التي تفتتم في المجتمع قناة إثبات النسب ودي كثيرة جدا جدا العلم وصل لمستوى في التحقيق العلمي لدي إن إيه وللمستوى ده هل هنا المفتي لا يزال متمسكا بإثبات البنوة للفراش أم أنه بيأخذ بالعلم العلم لا ينكر في هذه المسألة أو نحتاج في كثير من التفصيلات في إطار الفتاوى وأيضا الأراء التي تحال إلينا لاسترشاد برأي الشرع بنستند إلى العلم ونقول بأن تحليل دين إيه تحليل معتبر لكنه في نطاق محدد بمعنى أنني حريص على ثبوت النسب مظبوط ولذلك العلماء قديما قالوا يحتاط في النسب ما لا يحتاط في غيره الشارع يتشوف إلى ثبوت النسب يعني أن لا يكون هناك أولاد شوارع هو متحمس لثبوت النسب متحمس طبعا لأن النتيجة إيه فيما لو لم تكن هيبقى فيه خارج من الضاق الأسرة وبالتالي أولاد شوارع أولاد شوارع تلقائيا وبعد نشوف بقى ما ترطب على ذلك أيضا من خلل فأنت عندما تضبط هذه العملية في إطار منضبط قانوني صارم في بعض الحالات أنت في الحقيقة بتحقق وأيضا استقرار المجتمع بس هذا لا يتصادم مع الـ DNA لا دا الدني خادم ليا أيوة لما نقول مثلا أن في حالة إثبات النسب للشرع بتشوف إليه نقول لهم لا استخدموا الـ DNA لما يكون الولد دا محنا شعرفينه ابن مين يعني ونتنازع حوله في مستشفى مثلا الست ولدت والست الثاني ولدت لكن مش عارفين الست الممرضة خلطتهم وبعض لسببه الآخر يعني مش الممرضة الحجزة لكن السببه الآخر تم خلط هؤلاء الناس بعضهم وبعض فبنقول له لا تشوف بالتحليل دين إيه دا يخدم لقدمة كبيرة دا بالعكس دا هو الآن معين على الحاق الأولاد الحقيقين بآبائهم في حالات الجرائم مجهول الهوية ما نشعرف هل قناعة قناعة فضلتك والدار هنا كمؤسسة بدور العلم دا نتيجة شخص سيادتك ولا دا من منهج من منهج الدار لم تقاصم العلم لا تعارض بين العقل والنقل لا تعارض بين الدين والعلم الأول آية اقرأ وآياتك سير انظر واعتبر وتدبر وتفكر وسير سير في الأرض امشي فامشوا في مناكبها كل هذه الآيات الكريمة قل سيروا في الأرض فانظروا لقوم يتفكرون لقوم يعقلون شوف المفرادة ليه تكررت كم مرة هذا الدين يدعو لإعمال البحث العلمي واستخدام العلم لا تنافر بين العلم والدين لكن في نطاق محدد نقف ونقول بأن العلم يكون خادما وفق هذه المنهجية والدين هو الذي حضه على ذلك ووجهه هذا التوجيه أيضا لتحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم فنحن في هذا الإطار الذي هو حاكم حاكم لنا عنوان الشريعة أنها جاءت لجلب المصالح للخلق ودفع المفاسد عنهم عظيم بعد الفتنة أو من يتجولون ببضاعة الفتوى هو السؤال أنا لو مواطن عادي وعندي فتوى أروح لميد وهو أنت سيادتك دار الإفتاء تعطي فتوى الأزهر يعطي فتوى فيه أماكن أخرى ومنصات أخرى تعطي فتوى وزا ما بيحصل دلوقتي في المجال المرضي عنده اصداع يتكتب عن نت عنده اصداع فيطلع له الأسماء الأدوية يروح السيدلية يجيبه ويقوده بدون دكتور بدون مفتي أخشى من هذا عشان كده أنا لو ليه يعني جاهز وانا شهادتي مجروحة في الدار هنا لكن الدار عامل جهد حقيقي ومحترم ومعتبر في الفضاء الأكتروني في كل أدوات الفضاء الأكتروني موفرة خدمة فتوية معتبرة ومحترم ومتقدمة ومواجهة قد تصل لمرحلة التصدم في بعض الأحيان مع بعض هذه الأفكار المتطرفة اللي بتتسادف المجتمع بس هو السؤال أنا كمواطن عادي هروح لك ولا روح لده ولا روح لده روح للمتخص المتخص الدين يدعوك إلى في كل حالة من حالات حياتك إلى التخصص أهل الزكر ولذلك المجتمع يستنكر عليك والأهل يستنكرون عليك لما يكون مثلا أنا تعبان وتجدني الروح ل يعني تعبان بال يعني رباني يعافينا وعرفي سيادتك أنا وعرفي السمعين جميعا والمشاهدين تعبان بالقلب وبعدين رحت بتاع المسالك البولي إيه بقى لستنكر مجتمع أنا كده في الحقيقة ذهبت ومشيت في طريق الخطأ ولذلك الطريق الصح أنا أذهب إلى المتخصص في أمراض القلب المتخصص في أمراض كده المتخصص في أمراض كذا نفسه تماما عملية أزاء القرآن الكريم يقول لي في وضوح فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإن كنت لا تعلم الحكم الشرعي لهذه الواقعة التي أنت إما ستتلبس بها أو تلبست بها ولا تعلم مدى مشروعيتها وعدى مشروعيتها نظرا لأنني لست متخصصا مش عيب يعني أنا كن مش عارف الحكم وإلا كل المجتمع وكن أطباء وكن مهندسين وكن سياسيين وكن يعني متخصصين في كل شيء وهذا لن يكون لأن حتى القرآن أرشادنا إلى فكرة التخصص وقال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فأنت في كل مجالات الحياة لابد أن يبرز مجموعة تتحمل مسؤولية هذا الجانب التخصصي فإذا علي أن أذهب إلى أهل الاختصاص أهل الاختصاص في الدين كنت لا أعلم الحكم الشرعي من تمرسوا من علموا كيف ينزل الحكم الشرعي على الأرض الواقعة الفتوى تمر بثلاثة مراحل أي على وجه الإجمال بطبيعة الحال هذه تحتاج إلى دراية عالية المستوى فوق الشهادات فتحتاج أولا إلى تكوين عقلي وتكوين علمي عالي المستوى ثم بعد ذلك تدريب وتأهيل على كيفية الفتوى التي قال عنها المالكية بأنها صنعة والصنعة تحتاج إلى مهارة وتحتاج إلى ممارسة ودربة هذه الدربة وهذه الصناعة تمر عبل سرات مراحل مرحلة التصوير للواقع وفهم هذه الواقع المسؤول عنها فهما يحيط بكل شيء فيها ثم بعد ذلك أن أذهب إلى ما تعلمته سابقا في فهمي للنص الشرعي فهمي للأدلة أن أذهب إلى الأدلة ماذا تقول الأدلة في هذه الواقع بخصوص الواقع بكل الأدلة بحالة الاضطرار وحالة الاختيار حالة الساعة وحالة الضرورة هذا كله سأستحضره في نظرة عقلية سريعة يمكن أو متأنية نظر لطبيعة السؤال ثم بعد ذلك أن أخذ ما استنبطته من الأدلة من حكم شرعي وأنزل به إلى هذه الواقعة بخصوصها وقد يتغير هذا الحكم في وقعة أخرى جميل وهكذا فإذن هذه الصناعة هي كلمة تخصص كلمة أهل الذكر ولذلك علي أن أذهب إلى هؤلاء المتخصصين بعد الفاتوى بيحط نقطتين كده والله أعلم هنا الموقع هنا الجملة دي لأنني بحكم بغلبة الظن فلعلي عندما غلب على ظني بأن التفسير الصحيح للنص الذي أخذت منه الدليل هو وفق هذه القواعد التي مارستها عقليا الآن وقد يكونه على غير ذلك نظر فأقول الله أعلم لأن الله فوق كل فوق كل ذي علم عليهم ثم إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم أو المجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر فهو ما زال في دائرة الشريعة أيضا حتى يعني أخطأ يعني أخطأ مراد الله عز وجل في تفسيري لهذا النص الله يريد من هذه الشريعة كذا فنحن نجتهد ونلتمس مراد الله عز وجل في هذا التفسير فلعلنا نصيبه فنستحق الأجرين ولعلنا نخطئ المراد لكن مقاومات الاجتهاد موجودة فنؤجر على ما اجتهدنا إن شاء الله الحلقة الجاية هتبقى استفتي قلبك لمهم جدا وهو موقع القاعدة من محددات الأمن القومي وهل أي حد يفتي وأي حد يستفتي دي السكبيرة جدا وده عنوان عريض جدا لكن فضل لي سؤال هذه الحلقة جدل الآن حول السقوق 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 الأضحية والجدل وصل لمدرجة أن البعض يستنكر فكرة السقوق الحقيقة أنا عايزة طمطمئن الناس لأن هذه السقوق شرعية تماما هو طبعا صدرت فيها فتاوى كثيرة مهم السنة دي الجدل شديد جدا يا مولانا من أن السقوق هي عبارة عن توكيل للمؤسسات المختلفة أورف وردك كويس يعني أنا بالضبط تماما زي ما بنقول لسيادتك الخروف بيكان في السوق فبتقولني والله بخمس تلاف طيب خد الخمس تلاف أو خد اشتريه لخروف واتباحه ووزعه فأنا ماذا فعلت؟ وكلتك وكله أه وكلت فلان أو المؤسسة الفلانية فلان أو المؤسسة أو السندوق أو الجامعة الخيرية أيا كان أيها دا مهم أن تنوب عني فيه أولا فيه شراء وفيه زبح وفيه توزيع وهي في كل ذلك بتتحقق من المواصفات الشرعية كويس لهذه الأطحية أو لهذا الشيء الذي ضحينا به ما بين في سلسة أنواع من المحل الأطحية أو موضوع الأطحية من الأنعام وفيه الإبل وفيه الأغنام كويس الأنعام يعني البقر والجموس والإبل الجمل يعني وده الحقيقة الواحد يكفي سبعة يعني سبعة يشتركوا فيه فممكن سبعة يشتركوا فيه أيها وبعدين الغنم دا فرد يعني كل واحد عايز يضحي عن نفسه وعن الأسرة فممكن يشتري الخروف يضحي به عن نفسه أو الماعز اللي هو الجدي وهكذا يضحي به عن نفسه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم عندما زبح الكبش الأول قال الله إن هذا عن محمد وآل محمد جميل الأسرة يعني ثم من بعد ذلك قال اللهم إن هذا عن محمد وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم جميل فلما بنتبح الأطحية الخروف أو السبع أو الربع يعني كان بقى في حسب لكن هو الأدنى السبع فبنتبحه عن نفسي وعن الأسرة التي أعودها يعني ليس عن كل واحد سبع أو ليس عن كل واحد خروف والحكم الشراء أن السقوك ده إذا لا مانع على أطلاق نعم لعكس نحن الآن في حاجة إلى السقوك في الحاجة إلى لأننا أولا في بعض المناطق لا نستطيع أن نزبح وفي بعض الأحوال لا نستطيع نحن إن نحن نباشر الزبح بأنفسنا مزبوط وبنان على ذلك أو في بعض الأحوال أصبح سعر الدبيحة ربما فوق تقطق أنت عشان تجيبها لوحدك يعني بيصار في نظر عن الطاقة وعدم الطاقة لكن فيها تنظيم لكيفية التوزيع ومعرفة الفقراء أين في منطقة قد لا أعرف أين الفقراء في المنطقة يرتبط بهذا الأمر واحد بيتبح سنويا سواء بدنة أو خروف أو أو السعر ذات هل يقدر يستبدله فلوس ووزحها ولا لازم يتبحها حيكون سيادتك إحنا عندنا الشعيرة الأطحية شعيرة الأطحية في الزبح مزبوط الزبح الشي يعني اللي هو الأنعام لكن الأنعام أو المعز أو الغنم أو الإبل يعني بهيمة الأنعام مزبوط سيادتك لو مش قادر نتبح خلاص إذا سقطت عني سقطت عني تكليف السنة الأطحية سنة مؤكدة مزبوط على المفتبه في دار الإفتاح مزبوط ومنع ذلك والتكليف هو منوط بالقدرة مزبوط إذا لم أكن قادرا فلا سنة علي في هذه الحالة طيب هل يبقى أننا أتوسع شوية وأتصدق بقدر ما من تمن هذه الأطحية الذي لم أقدر على تحصيلي كاملا الأمر فيها واسع جدا لكن لا نسميه لا نطلق عليه أنه أضحية إنما نطلق أنه صدقة أنه يعني من باب البرل بالناس وأنه باب التوسيعة على الناس وهكذا على الذكر باب استفتي قلبك هل ده شائع في المجتمع يعني رأس أنا قلت لفلان فقال لي يا عم سيبك من مشايخة تقول استفتي قلبك هو السؤال استفتي قلبك هو أنت تعرف يعني أنا ربما تكويني العلمي تكويني الزهني ما يسمعش أن أنا أتفقى في هذا العلم لو كنت ما عندش القدرة على التعاون مع النصوص الشرعية والأدين ما عندش قدرة على تميز من الأراء أو ترجيع الأراء يا أنا أذهب إلى أهل الإختصاص فاسألوا أهل الذكرين كنتم لا تعلمون يعني ده ما لا ينقض أصليلية العقوات مستقرة في كل العلوم مش في علم الفقه فقط ولا في علم الشبع فقط لا حتى مستقرة في علم الهندسة والطب والزراعة وغير ذلك من العبث وأنا مش عارف نزرع أرض إزاي هنا أنا نروح نستشير طبيب ونقوله إزاي نزرع أرض لا أنا نروح نجي مهندس زراعي ومرشد زراعي ونقوله والله إزاي نزرع أرضي على نحو الأمثل لكن لو عندي خبرة وعندي ذربة بعملتي الزراعة مش حاسع لحد ولذلك فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون فإذا لم يكن الإنسان معاليم بمسألة ما ويريد أن يتلبس بيذي المسألة عليه أن يذهب إلى أهل الاختصاص فيها ليستقر ويهدأ مولانا الدكتور شوع لمن أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الحلقة المهمة الحلقة الأولى تقريبا من الفتوى ومحددات الأمن القومي وحماية الأمن القومي وأعتقد أن فيها كثير من الحكية والتحديات المعاصرة لأن هناك كثير جدا من التحديات بتحيك بالأوطان فأنا بشكرك شكرا جزيلا ونكمل ونواصل هذا الموضوع المهم الأسبوع المقبل إن شاء الله وأترككم في رعاية الله وأمنة واتصبح الحب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة